السلام عليكم متابعين ومتابعين مدونة بسكوية العرب. هذا الرأيي حول البلاء الذي يخص منع التعامل بالعملات الرقمية في المريض. طبعا هذا الرقمية في المريض. هذا الرقمية في المريض. هذا الرقمية وانا ضد هذه القرارات السوفية. حيث انه ما يمكن ان الدولة لا تخصص فرص شعر للشباب. حتى يلقيت شيئا ما ستكون رأسك فترة تدير واحد واحد ندخل. يعني تخدم بيه تعيش بيه ولا والواحد يعني واشنو مستفد من البيتك وين تجي وتمنعوه ليك وتمنعوه وتدير اي حاجة متعلن خذ العمل يعني واحد واحد. شعن على كل حل هال البلاء هو قدامي وتشوفوه زي ما شنو كاتبين انه على بيهن قوسين بعدها بيهن قوسين هو اصلا يعني لاتبالو اخا قرأتوه لكن ادخلت السيت ديال المكتب ديال السر ما ما كانش زي ما شي تأكيد يلا شي ما كانش اصلا شي كاتبينه في الموقع الرسمي دياله وما كانش شي تأكيدات مية في المية يعني مو ظرات. كان نظن بالاناتش يعني الخبر غير صحيح تسعين في المية. ولكن اي شا نقول لكم يعني ادشي في اه في المريب راه من واحد ناحية راه مشتاحي الاسران. راه كلنا عارفين البيتك وين ما يبكيش تتبعوا لك. كان ادروع لانه والتداول لانك التداول لعملات الالكترونية. اه السهل لانهم يعرفوك الى خصوك لوقت بطبيعة حالية. نقولو قال مغربة كيتداول ورا يعرفوك ماشي ما يعرفوكش. كيفاش يعرفوك? راه عرفوك انك تخدم واحد الموقع اللي هو مثلا واحد منصات تداولة اذيك المنصة اش نائية خاصة للتداول. مثلا بيتريكس انت حل بيتريكس. البيتريكس راه عارفينه ديال اه ديال العملات الالكترونية. وبالتالي الاي بي ديالك راه حل واحد واحد متعلق بسميته. يعني راه عارفوك انت هاد هاد مول الاي بي راه حل يعني كايديركي حاجة فاتلسيد. يعني انت ارى عارفين كتخدم. باللي زيب. هاد شي هاد شي اللي قلت لي يعني بين قوسين اريكا نقول لكم باللي انه هادر يعرفوه باللي انه شي واحد حل واحد الحاجة اللي هي قلوب اللي ممنوع. ولكن فيما فيما يخص التداول ولا ما التداول ده باش نجافات البلاء اللي كتشوفوا خدامكم يعني انه ورا خصوهم ياخدوا حقهم. يعني ما خص ما خصش انك اه بين قوسين تجي الوسط المغريب انتا انتا مع واحد كتبيعه وتشريه معه غير بالبيتكوين يعني ما تخلش ما تخلش المكتب ما تخلش البنك المغريب الفلوس ما تدهوش حقهم من هاد التعامل اللي كتدير ده بانت ارى يعني هاد شي اللي اللي مانعينه حسب ما فهمت من هاد شي هاد شي اللي مانعينه ومشيد انك يمنعوك في التداول حيط اصلا نقولوا اه بولونيكس هاد ما لهم السيرفر دياله بس هادش قاع الموقع والسيرفر كوشي ما كانش في المغريب يعني ما عندك مد منع فيه. الا عندك اغرض انك تمنعوك يعني غدي تسد اصلا دير دير انسيق مع الاسمية اه ديال الاتصالات وغا تقول لهم منعوه بقوا تخلوه علي المغربة هاي منعوه. يعني ديك سعرها بين النوايا من من الاول. ولكن بدأ من انهم منعوه ترى ما ارى مجرد هات شي اللي كتشوفه مجرد كلام. ما كانش شي حاجة يعني مجرد كلام وتنبيه. وتنبيه باللي ما ما يكونش اه يعني يوقعات التعاملات يعني التبادل ما بين واحد وواحد اخرى على اراضي المغربية. يعني ما يعني انك مثلا واحد عنده قهوة وفاتح وقال لك راني كان قبل البيتكوين. بحال هادو هادوك هادوك اللي معنيين بالامر بالخصوص بالدرجة الاولى. بحال هادوك اللي ككونوا قالوك يعني يوافقوا ايش الدول في الوزيار بيوت وتعاملوا بياه وبيناتهم. وما على الاراضي المغربية وعلى وما اكتكني في المغرب وما مخدمينش الدرع. هادو بالخصوص. يعني معنيين بالدرجة الاولى. كان اضر على حساب البلاغة. على حساب ما فهمت انا. واتش اللي بالي وما في اخير المطاف انا صراحة ولا ما يعني ما اديتش اللي هاتشي قاعش شي اهمية. ادنى ادنى اهمية قام ما احطيتها. لحيت ما شاي اديو قاعي لتداول جانا في العملات الالكترونية في القولونية. تعاملت تداول بياه وفي اخر المطاف اشغال نسحب. كان نسحب بالدولار. رأي كان نسحب البنك ديالي بالدولار وكان دخل العملة الصعبة للدولار. يعني رأي ما عندما يدونك. انت رأي رابحين من اللي كدخل العملة الصعبة الخطر وما دوك اللي كي يخرجوا الفلوس ديال المغرب وكي يخرجوهم عن طريق الفيتكوين باش يتفادوا والضرائب وتاكشي بحال هادو. اللي يعني مطلوبين في هات الشي بحالة البلاغ يعني. اخير المطاف كي ما قلت هاتشي مجرد هات البلاغ يعني تسعين في المية ما ماشيشي حجار سمية. وفي اخير المطاف في عود تاني كي ما قد راح نضد بحال هاتشي الى وقع وهاتشي صحيح راح نضد هاتشي وما خصناش نوافقه. هاتشي اللي كانوا. تمنى يكون خير وتمنى اشي غير مجرد كلام اه يعني اشي واحد اللي داروه صحي اتمنى يعني. وان شاء الله الى كانوا شي حاجة اه راع نواة بيكون بها. اعتدل من الاخوان اه بعد ان تحدث بالواء يعني بالدريجة المغربية لانه كان الامر يتعلق بمنع العملات الالكترونية في المغرب. اذا كان من لازم تحدث باللاجة المغربية. لكل اهلا هذا كان حديثي حول المنع العملة والذي ظهر في هذا البلاء. اه لا انه احبا اي اكون قد انتهيت من هذه الحلقة. اذا كان هناك يعني اي استفسار فيما يتعلق البيتكوين. لا تتردد في ودع التعليقات في الفيديو بان الله سيتم الجبات يقوم. وفيما يخص اه من من هو جديد على القناة فليشتريك. ومن هو مشتريك فليضغط على الجرس ليزله كل جديد. في امان الله. اشترك الان على قناة بيتكوين العرب. وكن اولا من يتوصل بالجديد. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة